قمة الأديان بالفتكان برعاية الشيخ محمد بن زايد وبحضور عضيده الشيخ سيف بن زايد وبحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب وقداسة البابا فرانسيس كانت الأهداف من هذه القمة نشر التسامح والسلام والمحبة لتعزيز التسامح مع أجيال المستقبل من خلال كل المجالات الاجتماعية والأهم تعزيز مبادئ التسامح في النظام التعليمي وفي بيئة العمل والتسامح مع كل المجتمعات دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قمة التسامح ستصنع عالم آمن يحارب الإرهاب والفكر المتطرف من أجل مستقبل يا عم بالخير والسلام لتصبح أبوظبي عاصمة التسامح